خلوني أبتدي معاكم بموضوع أعتقد أنه ما هيش المرة الأولى أبداً اللي نتكلم فيه وما هيش المرة الأولى اللي يبقى فيه السجال ما بين الرد المصري حول مسألة حقوق الإنسان في مصر والاتهامات أو الادعاءات أو التقارير الدولية بالمناسبة التقارير الدولية تصدر عن أي بلد لكن أعتقد في الفترة الأخيرة والحقيقة أنه من سنة مصر علشان تقفل هذا الباب بقول لحضراتكم أنه إحنا بقالنا سنوات فيه باب مفتوح كده بتنسيق بقدر كبير من الأمور اللي يجانبها الحقيقة في كتير من التفاصيل يعني سهل جدا أنك تاخد عنوان مش حقيقي مش مكتمل وتكتزئه وتعمل بي مشكلة حقيقة وتصدرها للخارج ده اللي مصر بترفضه مصر عمرها ما قالت إحنا حلنا كل مشاكلنا الداخلية مصر بتتكلم طول النهار بنتكلم عن لجنة العفو الرئاسي عن إعادة تقدير فكرة الحبس الاحتياطي مصر بتتكلم عن حقوق الإنسان وبتعمل مجلس لحقوق الإنسان وتعيد تشكيل وتعيد إصدار نفاق أو وثيقة حقوق الإنسان من سنة فاتت لو حضراتكم فكري أنا بس عايزة شارك حضراتكم بالخلفية دي قبل ما نتشارك كمان بأنه نهار ده مجلس النواب أصدر بيان رد على قرار الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر مجلس نواب اتكلم أنه مبارح ظهر هذا القرار وبحسب مجلس النواب الرد كان كالتالي أنه قرار هذا البرلمان الأوروبي بني على حزمة من المغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصر البرلمان أكد على ثلاث أفكار أو ثلاث عنوين اعتبر أنها موسيقى وغير حقيقية وغير دقيقة وبعضها غير ممكن أولها الكلام عن أنه فيه إعدام للأطفال في مصر دي حتى وإحنا بنسمعها كده من الرد الحقيقة أنه الوصول إلى البيان الأصلي صعب شوي لكن دي مسألة أعلن البرلمان رفضه التامر التامليها المسألة الثانية هي مسألة أنه حالة الطوارئ حالة الطوارئ متوقفة من مصر لكن أبان بيقول أنها ما زالت مستمر الحديث عن علاء عبد الفتاح وعن أسماء أخرى والنظر في قضاياهم أيضا بجزء من الحقيقة مش بكل الحقيقة